عقد في مركز الشباب حورة اجتماع شعبي لمناقشة السبل التصدي للهدم وذلك بمبادرة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ولجنة التوجيه العليا لعرب النقاط إذا هذا الباطل مستشرس بهذا الشكل وعنده القدرة أن يستمر بهذه القوة سؤال ليش الحق ضعيف ومتضعضع بهذا الشكل ونحن صحاب حق لأنه احنا صحاب حق بس احنا نيمين احنا ودنا الحق ينتصر الحالة والحق ما بينتصر حق ودنا ناس تشيله ناس تحمله لا يعقل أبدا أنه في ظل حملة غير مسبوقة من الهدم في تراجع غير مسبوك النهاية هي شيء واحد ووحيد أمام هجمة الهدم المستمرة الدولة تعلن الحرب وتريد هدم المزيد من البيوت علينا أن ندافع عن بيوتنا في النقب الدفاع عن البيت هو واجب وطني ديني سياسي وأخلاقي علينا أن ندافع ولذلك اقتراحي في هذا الاجتماع كان واضح أمام الجميع علينا تشكيل مجموعة الفزعة لكل من يريد أن يدافع عن البيوت في النقب تناول الحضور ارتفاع وطيرة الهدم التي وصلت في النصف الأول من العام الحالي إلى نفس عدد البيوت التي هدمتها جرفات السلطات الإسرائيلية في العام السابق وتوقع الزيادة أوامر الهدم خاصة بصورة ذاتية حتى نهاية العام الجاري كنا هنا في المجلس الإقليمي ولجنة توجيه العليا لعرب النقب تحدثنا عن سبل وكيفية التصدي لعمليات تهدم البيوت وإيجاد حلول يعني ألاف البيوت وألاف أوامر الهدم الآن في النقب والآن نريد نقل المعركة إلى القرى هناك لنحدث الوعي عند الناس حتى نستطيع تغيير هذه المنظومة وتغيير التعامل مع الناس في منطقة النقب طابون اللي هو الناس يستعمل لأكل وعريشة قبور أموات يعني بنكفير أستغل الوضع والحرب والموضوع القائم في الدولة وأراد الاستفراد بالنقب نحن نرى المئات من البيوت تهدم يوميا والمئات من أوامر الهدم التي تلسق على البيوت أكد الناشطون ضرورة تغيير سبل النضال وأهمية وحدة الجماهير النقبوية بهدف التصدي لسياسة هدم البيوت الممنهجة